في الفيلم يا سيد محمد اه حالك بتمثل دور الصول حارس الزنزنة. الامين. اه. امين. اه الصول امين يعني عندنا ما نسميه صول. اه صول وصاها. بتعلم? هو تمام تمام بس صوع عشان في الفيلم بتعلي امين. اه. وكان السجين هو الدكتور اللي هو الممثل. السادة الشامعب حميد. السادة الشامعب حميد. صحيح? والزابط. وانت ما بين الراحة ما بين فكاية الراحة. الزابط من فوق. ايوة. اللي عمله. اللي عمله سادة محمد. سادة محمد عبل طيف. عبل طيف. ممثل موهوب وجميل. اه. وبرضو السعداء من ساوش. احنا هنجيله. احنا هنجيله. معايا ممثل جميل وكرا. انت بقى في النص بين المطرقة والسندان. اه. ايش الكلام ده? طبعا لازم اي شخصية الواحد بيمثلها تعلمنا كله. مثل عليك ضغط يعني. انا هزول مثل عليك ضغط. ان انت اي يعني. طبعا. انت كبني ادم. اه. في منطية اوامر ومنطية مشاعر. اه. مش بس اوامر. اه. احنا كنا فاهمين الشخصية. اه. من خلال سناليو. وطبعا عبادة. الحقيقة كان قائد الممثل هايل. وانا استمتعت في شغل مع الحقيقة. ان في النهاية هو اه اه شارب ده. من خلال اعلام. ومن خلال اه رؤساءه. فاذا هو متربي على ده. فكان عشكي ده الصراع بتاعه كان. لكن ان ضميره مش ميت ولا حاجة. ولا نايم. هي معركة واللي هي المفروض بنحاول هنا في الغربة يعني نا نا نقوم بيها. وربنا نصرنا ان شاء الله معركة الوعي. اه. فهو ما هو لما وعى الحقيقة حصل الصراع وحدة وحدة انتصر اللي اللي هو فهمه صح. بضميره اللي قريدي حي هو يعني هو هو شبيه الى حد كبير الشخصية دي. اعتقد بشخصية اه آه اه وساذ احمد زكي الله ارحمه. فيلم من بريء. اه. انه هو اصلا كويس. بس هما فاهموه دول اعداء الوطن خلاص. فهو كان كان اقل. كان اقل من ناحية نوك دوك كان عسكاري. مجند. انت صول يعني معاك درجة ما من التعليم. اه اه طبعا تعليم اكبر. منا بقول شبيل. اه. اه. لكن في النهاية ومتربعة ده. وناس كتير في مصر على فكرة. اه اه وانا مو ناس صغير متربين على التلفزيون وليو بيتقلنا. وحتى في الفيلم. اه اه. حتى في الفيلم. يعني الضوبيبتها متلبسا بصوت اه احمد موسى يمكن عشان. عليك فتحه بالتلفزيون. يمكن عشان كده احمد موسى هاجم الفيلم. انا عارف له بقى. اه? هو بيهاجم. وعلى فكرة ربما تقديري انا ربما هو ما شوفيش الفيلم زي ما حركوا قلت يا سيزة عبادة. اهو اكيد. بس هو قال لك من باب الايه. اه طالما حصل فيلم هم عملوا حاجتين. هجموا الفيلم وعملوا زيارة للسجون. اه ولا حقول لك. وده ولا ده على فكرة مهمة قوي. يعني هذا والفيلم بتاعكم ده. ما عملش حاجة خالص. غير انه حرك. حرك هؤلاء في اتجاه الدفاع عن الجريمة اللي بعملوها. هم اللي عملوه ده في زيارة السجون مبارح معرفش ولا اول. اه اه. هو بالضبط هو كان هم بيكملوا الفيلم بتاعنا. يعني هم عملوا المشهد بالضبط اللي كان في فيلم البريء. اه. اه. ناس يعني انا مش عارف اقول ايه الحقيقة. ما تقولش حاجة ده ناس كويسة جدا. اللي بتخدم ناس كويسة جدا.